بينما لسه الناس مستانية تشوف رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية وباتبع التصاعد بين حزب الله والحوتين من ناحية وبين إسرائيل في الناحية التانية لاحتلال فاجئ الكل بهجوم جديد كبير في قلب اللبنان بس المرة دي هجوم لاسلكي من غير طيران ولا سواريخ وعشان كده الهجوم ده نقل لنوعية في الحرب الهجوم ده عبارة عن تفجير أجهزة اتصالات في لبنان في إدين صحابها والتفجيرات دي حصلت على مكتين في يومين واربعة تلات واربعة إيه اللي حصل بالظبط؟ وليه في التوقيت ده؟ وممكن يتسبب فيه؟ حالونا نشوف يوم التلاتة اللي فات كان يوم عادي خالص من أيام حرب غزة وعادي دي معناها أن أخبار الشهداء في غزة مغطية وسائل الإعلام وجنبها أخبار التصعيد بين حزب الله وبين الاحتلال لغاية ما فجأة عوالي 3000 من أعضاء حزب الله في لبنان لقوا نفسهم في وسط انفجارات ما بتقفش بس المرة دي الانفجارات طلع من إيديهم مش جاية من قصف طهران ولا سواريخ دقايق وكانت وكالات الأنباء بتحكي اللي حصل واللي كان باختصار أن أعضاء حزب الله فجأة لقوا أجهزة النداء الآلي اللي بيستخدموها البيجر بتنفجر في أجسامهم لو تفتكر قبل انتشار الموبايلات بفترة بسيطة كان فيه جهاز اسود صغير كده انتشار في العالم العربي خصوصا في الخليج اسمه البيجر ده جهاز اتصال بس ما بتتكلمش فيه هو بس بيخلي عندك رقم حد يرنلك عليه رانة بس فانت تشوف تليفون تتصل بيه بقى لأن اللي كان سايد وقتها التليفون الأرضي ما كانش لسه فيه موبايلات أعضاء الميليشيات والحركات والقيادات الأمنية اللي فيه خطر عليهم من الاختراق والتعقب لو استخدموا موبايلات عادية فيها واتساب وتليجرام وفيسبوك والجودة كلهم يا إما بيستخدموا تليفونات قديمة من اللي بزرائر اللي مفهاش تطبيقات يا إما بيستخدموا البيجر ده عشان يتواصلوا بالرسائل مع بعض عشان كده البيجر ده منتشر وأساسي بين أفراد حزب الله اللبناني والحزب بيستورد الأجهزة دي من بره وغالبا من تايوان ومن خمس شهور الحزب استورد أحدث شحنة أجهزة بيجر من تايوان ووزعها على أعضاؤه في لبنان وسوريا الجهاز ده بين اللي الرسائل بمواجهات الراديو وما بيتوصلش بالإنترنت وبالتالي مستحيل اختراقه لكن مع آخر النهار يوم الثلاث وفي كل حتة في لبنان وفي كذا ما كان في سوريا أكتر من ثلاث تلاف من أعضاء حزب الله معهم البيجر لقوا بينفجر في أدهم وجيبهم وطبعا إيت قتل واتصاب كتير وأحدث يعني إحصائية للقتلة وإتناشر بينهم طفلة في جنوب لبنان ده غير 2750 مصاب منهم 300 حالتهم خطيرة النقطة المهمة كمان إن من ضحايا تفجيرات البيجر سفير إيران في لبنان بالضبط كده زي ما أنت فهمت العدد والمستوى ده من القتلة والمصابين هو عدد ناتج عن حرب أو عملية عسكرية وده تقريبا اللي حصل لأن تاني يوم لأربعة حصلت موجة تفجيرات تانية بس المرة دي في أجهزة اللاسلكي اللي بيتواصل بها أفراد حزب الله في كذا منطقة منها البقاع والضحيا الجنوبية والتفجيرات الجديدة حصلت تقريبا في نفس الساعة اللي حصلت فيها تفجيرات يوم الثلاث وبعض التفجيرات الجديدة دي حصلت خلال تشييع جثامين شهداء ماتوا بسبب تفجيرات البيجر وطبعا في إسرائيل المشهد كان مختلف لأن الإسرائيلين كانوا بيوزعوا حلويات احتفالا بتفجيرات لبنان أول ما حرب التفجيرات دي بدأت يوم الثلاث والاستمرت يومها ساعة كاملة تقريبا لأنها كانت في كذا مكان ومش في توقيت واحد شوارع المناطق اللي فيها حزب الله اتمالت مصابين بينزفوا ووزارة الصحة اللبنانية أعلنت حالة الطوارئ القصوى وللأسف نتيجة أن الوضع الطبي في لبنان مش كويس فيه مستشفيات اتمالت أكتر من طاقتها الاستيعابية والغاية يعني ظهر يوم الأربع وزارة الصحة اللبنانية كانت بتحاول تلاحق على اللي حصل وما كانتش عارفة طبعا أن فيه موجة تانية في الطريق ومن أول لحظة على طول بدأت تظهر نظريات تحاول تفسر اللي حصل وكان أولها طبعا أن ده هجوم سايبراني يعني اختراق إلكتروني من خلال برامج فجارة أجهزة البيجر طب إزاي اختراق إلكتروني ممكن يفجر أجهزة؟ هي أصلا مش متصلة بالإنترنت وما بتاخدش أي تعليمات من خارجها والسوفتوير ده اللي يدي أمر بالانفجار لجهاز ما فيوش أي حاجة بتنفجر غير البطارية اللي لازم عشان تنفجر تتعرض لحرارة عالية جدا هنا على طول ظهرة نظرية بتقول أن بما أن بطاريات أجهزة البيجر مصنوعة من الليثيوم بالتالي بتسخن مع كتر الاستخدام أو بتحفيز معين وأن الاختراق الإلكتروني حصل ببرمجيات خلت بطاريات الليثيوم في الأجهزة تسخن جدا لحد الانفجار في نفس الوقت ظهرت نظرية تانية بتقول أن الهجوم ده حصل نتيجة حاجة شبه القنابل الكهرومغناطسية ودي مش قنابل تقليدية لكنها أجهزة بتتنقل في طيرات وفوق المكان المطلوب مهاجمته بتعمل زي نبضة أو موجهة كهرومغناطسية بتعطل الانترنت وأجهزة الاتصال وممكن فعلا تعمل تفجيرات في أماكن معينة مؤهلة لده زي المفاعلات النووية أو محطات الوقت الفكرة أن فعلا في إبريل اللي فات ظهر التقارير في صحف غربية بتقول أن إسرائيل على وشك استخدام القنبلة كهرومغناطسية ضد إيران ورجالتها عشان كده لما انفجرت أجهزة البيجر كتير تصورنا ده السبب وفضل الناس يضربوا أخماس في أسداس لغاية ما بالليل اتضح سبب التفجيرات في تصريحات لمسؤولين أمريكان وإسرائيليين القصة كلها بدأت من أكتر شوية من خمس شهور لما حزب الله طلب من شركة تايوانية اسمها جولد أبولو إنها تورد لشحنة أجهزة بيجر جديدة المعلومة وصلت للاحتلال اللي قرر إنه يدخل لحزب الله من الأجهزة دي بدل ما يهاجموا على الأرض أو من الجو وقدر الاحتلال يوصل لخط الإنتاج اللي بيصنع الأجهزة اللي راحل حزب الله وحط في الأجهزة كلها عبوات متفجرة صغيرة جدا جنب البطاريات وازن كل واحدة بالكتير 20 جرام المتفجرات دي جنبها زرار صغير جاهز لاستقبال رسالة منقولة على موجة راديو عادية جدا من اللي بيشتغل عليها البيتر وأول ما الرسالة توصل الزرار الموجود بيشتغل فبيفجر القنبلة دي وده اللي حصل وفي الوقت المحدد للهجوم إسرائيل نشرت في الأجواء الليبنانية طيارات بدون طيار كان مهمتها إنها تبس موجة الراديو اللي هي عبارة عن أمر التفجير ومعيني لسه الطريقة اللي تمت بها الموجة التانية من التفجيرات ما تعرفتش اللي إنها غالبا حصلت بنفس الطريقة العملية دي من أول تفجيرات البيتر شارك فيها الموساد والجيش الصهيوني في إطار أسقاص الضوافر حزب الله اللي الإسرائيليين مقتنعين إنه هيهاجمهم هجوم كبير يا عم هيهاجمك إزاي وإنت راكب حتى على أجهزة البيتر اللي في إدن أعضاءه ولا أنت اللي عملت حرجم عشان تزقه لصدام أكبر معاك عشان الحرب توسع لأن ده هدفك من زمن خصوصا وإن الضغط الأمريكي بيزيد عشان تعمل صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسر بس خلونا نرجع للبيتر إسرائيل بعد ما زرعت المتفجرات في الأجهزة اللي رحل حزب الله وتوزعت على أعضاءه ما كانتش محددة يعني هتنفذ إمتى لغاية ما تقرر بشكل نهائي تشن هجوم شامل على الحزب لكن اللي عجل بالهجوم إن الاحتلال عرف إن اثنين من أعضاء الحزب عرفوا حكاية اختراق البيتر وواحد منهم كان نوي يرفع الموضوع لقيادته وبالتالي الهجوم تنفيذ بسرعة إسرائيل لما عرفت إن الملعوب الكشف عملت تقييم للموقف وكان قدامها ثلاث اختيارات الأولاني هي إنها هي اللي تدقى الحرب الشاملة مع الحزب وفي الحالة دي تفجير الأجهزة هيحصل حسب الخطة الأصلية والتاني هو إنها تطنش الموضوع خالص وتسيب عضو حزب الله يكشف الموضوع لقيادته بس في الحالة دي كان ممكن دايت حسب انتصار للحزب إنه أحبط اختراق مخابراتي إسرائيل الخيار الثالث كان تفجير الأجهزة كعملية مستقلة عشان تبقى علمت على الحزب على أرضه ومن غير حرب ولا هجوم عسكري وطبعا ده الخيار اللي تنفيذ زي ما هو واضح بس بمجرد إعلان المعلومات دي الشركة التايوانية الحزب الله بتعامل معها جاريت وقالت أقسم بالله مولا دي لا جهزة دي مش تبعي وقالت كمان إنها من ثلاث سنين عملت عقد مع شركة في المجر بقى لها حق تصنيع نفس موديلات البيجر اللي هي بتعملها وإن موديل البيجر اللي تفجر في لبنان بتصنعه الشركة المجرية وهنا في نقطة مهمة وهي إن الشركة التايوانية ما قدمتش حاجة تثبت قطعيا إن صفقة البيجر اللي انفجرت مش طلع من عندها وحزب الله هو كمان لغادي الوقت ما قالش هو استورد البيجر من الشركة التايوانية رأسا ولا من الشركة المجرية اللي بتعمل نفس الموديلات وكل اللي عملوا إنه أعلن إنه هيرد رد قوي على الاحتلال وإن حسن نصر الله هيقول كلمة يوم الخميس الجاي ما هو ده نفس السيناريو اللي بيحصل كل مرة إن الحزب يهدد برد قوي وحسن نصر الله يقول كلمة كلها تهديد ووعيد بس حتى الرد اللي بيحصل بيكون في العادي وتزديد خنات زي ما حصل في الرد على اغتيال فؤاد شكر لدرجة إن إسرائيل في موضوع فؤاد شكر نفت أصلاً إن الحزب هاجمها وقالت إن هي العملت ضربة استباقية اللي كذا ما وقع في لبنان وطبعاً ده مش ترويج لدعاية الصهيونية يعني وما فيش عربي أو مسلم يوقف مع الاحتلال ضد حزب الله حتى لو مختلف معاه بس الفكرة إن الوضع المرادي مختلف عن الفاتح لأن المرادي الهجوم مركب قوي أجهزة التواصل بين أفراده على الأرض وسانياً لأن الهجوم ده نوعي وداخلي ومن جوه ثالثاً لأن إيه اللي يضمن إن ما فيش اختراقات أكبر من كده عملها إسرائيل للحزب وشبك التواصلات والاختراقات دي تأثيرها ممكن يظهر خلال أي معركة كبيرة وفي الحالة دي هتكون النتائج خطيرة جداً بالتالي الرد التقليدي بتاع الحزب إن العملية مش هتمر من غير حساب وإنها يرد في الوقت والزمان المناسبين يعني الرد ده ما بقاش ينفع أكتر يعني منكون رسالة إعلامية للمتعاطفين مع الحزب لكن واقع الأمر إن الموضوع أخطر وأكبر من كده المهم بمجرد ما تم الإعلان عن الطريقة اللي الاحتلال فجر بها أجهزة البيزور بتاعت الحزب مستشار عن ديناتين إياهو كتب تغريد على تويتر لو إكس حالية قال فيها إن إسرائيل هي اللي وراء الهجوم بس رجع حزفها بسرعة ووزير الدفاع الصهيوني قال إن اللي حصل ده خرق استخباراتي كبير وغير مسبوء من غير ما يلمح لمسؤوليتهم عنه التصريح ده كان رسالة كده يعني بين سطورها إن وارد يكون فيه اختراقات تانية والاختراقات دي محدش عارف ممكن تكون واصلة لفين لأنه زي ما قلنا السفير الإيراني في بيروت هو كمان جهاز البيجر بتاعه انفجر فيه وده هيخدنا نقطة مهمة وهي إيه اللي ممكن يترتب على تفجيرات البيجر وصاد السؤال ده لازم نعترف بحاجة مؤلمة لنا كلنا وهي إن التفجيرات دي بتقول إن فيه نقطة تفوق صهيونية ووضح إننا لسه مش عارفينها كلها لأن الأكيد للأسف برضو إن إسرائيل في النواحي العلمية وتكنولوجية متفوقة على العرب كله بالتالي كلمات حسن ناصر الله والخطابات العاطفية مش هفلنا فحاجة خصوصا وإن بينما كلنا مجغولين بمحاولة فهم السبب وراء التفجيرات ناتنياهو أخذ الحكومة واكتمعه في قاعة تحت الأرض لتقييم الموقف وتقدير رد الفعل اللي ممكن يطلع من حزب الله وإيران ونفس الحاجة عملها وزير الدفاع بتاعه جلان والي اجتمع مع قائد جيش الاحتلال وقائد الأركان عشان يقاوم الموقف وتم نقل قوات إسرائيلية من مناطق كتير جوة فلسطين المحتلة للشمال على الحدود مع لبنان ده غير إن قوات احتلاط جديدة في جيش الاحتلال كانت لها تعليمات بالتجنيد الفوري وصدر التعليمات للمجالس المحلية في مناطق الاحتلال إن احتمال كبير الحرب الكبيرة تولع بين إسرائيل وحزب الله فالكل يعمل حسابه يعني وتلفزيون الاحتلال أعلن من ليلة مبارح إن مركز الثقل العسكري والأمني خلاص اتنقل من غزة رغم كل اللي بيحصل فيها للحدود مع لبنان المؤشرات دي كلها بتقول إن إسرائيل غالبا عندها حاجة جديدة مخبية وإنها مستعدة لمعركة كبيرة مع الحزب في الوقت اللي تفاجئ هو باختراق أمني مرعب زي موضوع البيتجر حط ده جنب لقطة مهمة وهي إن إيران الراعي بتاع الحزب لسه ما ردتش الرد لكل كم مستنيه على اغتيال اسماعيل هنية الله رحمه وأمريكا مزغولة بالانتخابات وكل الدول العربية ملهية في أزماتها الداخلية وباللي بيحصل في غزة عشان كده الخوف دلوقتي إن إسرائيل تكون هي اللي عاوزة تفاجئ الحزب بهجوم عسكري محدش مستعد لي ده اللي هيعمل رابكة للكل وهيولع الدنيا أكتر وأخطر ما في الموضوع إن البنية التحتية في لبنان والقطاع الصحي مش مستعد لحاجة زي كده لو حصلت لقدر الله عشان كده الرد على تفجيرات البيتر وتفجيرات أجهزة اللاسلكة بعدها وأي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان مش مسؤولية حزب الله بس لأن النتائجه هتضر العرب كلهم وهتحطهم في أزمة مضاعفة جنب أزمة غزة بالتالي حتى اللي ما بيحبش حزب الله زي أغلى الدول الخليجي ما ينفعش يقعد ساكت لأن الحرب الكبيرة لو حصلت كلنا هندفع تمامها وبشكل عملي يعني مهم جدا أن الدول العربية كلها دلوقتي تدخل الأمريكان وأوروبا على الخط من خلال كل القنوات الممكنة على الأقل لأن رجالة إيران في المنطقة كلها هيتحركوا زي الحوثيين والمليشيات الشيعية العريقية وده هيكون تهديد لدول زي السعودية والأمارات والأردن عموما يعني الساعات الجاية مهمة جدا وأي حاجة هتحصل فيها هتقول حاجات كتير ونشوفكم على خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر